برنامج من المواهب يتواصل في مختلف مناطق الإمارات وشراكة تجمع مسؤولي هذا البرنامج مع رابطة الدور الإسباني لكرة قدم وصولا إلى حضور الستين موهبة نالت فرصتنا اليومين من التدريبات بحضور اللاعب البرازيلي السابق روبرتو كالوس نسعى إلى تحسين ثقافة اللاعبين من الناحية الرياضية وزيادة فرصة إيصال هؤلاء اللاعبين إلى إسبانيا وهذا الأمر دفعنا لإطلاق مركز متخصص لمتابعة المواهب في الإمارات البرنامج يهدف لإيصال 20 لاعب من الفئة الامرية لأقل من 16 عاما إلى تنافس مثير وصولا إلى عشرة ينالون بطاقة السفر إلى إسبانيا لخوض تجربة عدد من الحصص التدريبية مع عدد من أنديتها وبعض المباريات الودية مستوى التنافس المرتفع يجعل من الصعوبة وصول لاعب إلى الدور الإسباني لكن نحن نقدم فرصا متميزة لهؤلاء اللاعبين برنامج التطوير المواهب جرى فيه مراعاة إعداد اللاعبين من كافة النواحي النفسية البدنية والخططية بإشراف مدربين من إسبانيا وربما نشاهد يوما أحد هذه المواهب يتألق في صفوف ريا مدريد أو برشلونة هو حيد رزق المصري العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر